اشتركوا في القناة بشكل مباشر بدون اونلاين وبدون مع الكاتب بارع النقش باندي سعيدة انا اني اقدم كتاب ومبدعين ومثقفين بلدنا انا عادة بعمل معارض بشارك في معارض بس هذه التجربة الاولى اللي بقدم فيها انا كاتب وروائي فهلا وسهلا فيكم في البداية بدي اقدم الاستاذ نضال نضال الشمالي لانه بده يحكي اولا اشي عن دراسة نقدية للرواية اللي قدمتها الروائية وبعدها بتحدث هو الاستاذ الدكتور نضال محمد فتحي الشمالي استاذ السرديات وتحليل الخطاب في جامعة البلقاء التطبيقية الاهتمامات البحثية السرديات تحليل الخطاب والنقد الأدبي ومناهج نقد الرواية والخطاب الإعلامي المعاصر الخبرات السابقة نائب عميد في جامعة البلقاء التطبيقية لأربعة أعوام رئيس قسم العلوم السياسية اللغات في جامعة البلقاء التطبيقية لثلاثة أعوام عمل أستاذا للأدب الحديث ونقده في قسم اللغة العربية وآدابها جامعة الملك فيصل كلية الأداب قسم اللغة العربية يعمل محكما علميا لدى عدد من المجلات العلمية المحلية والعربية أشرف على مجموعة من رسائل المجستير والدكتوراه وناقش العديد منها عضو جمعية النقاد الأردنيين وعضو رابطة الكتاب الأردنيين من كتبه المنشورة الرواية والتاريخ 2006 عالم الكتب الحديث في إربد تجربة زياد قاسم الرواية 2002 دار وائل للنشر والتوزيع عمان ثلاثة قضايا في الرواية الأردنية دراسة في الخطاب النقدي للدكتور نبيل حداد 2012 بدر عبد الحق الأعمال الكاملة القصة والمقالة 2016 جمع ومراجعة ودراسة قص قراءة النص الأدبي 2009 دار وائل للنشر والتوزيع عمان أنجز ما يربو على عشرين بحثا محكما متخصصة في السرديات والنقد الحديث شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية كان آخرها ملتقى الشارقة السادس عشر بعنوان الرواية التفاعلية الماهية والخصائص في شهر سبتمبر 2019 له العديد من الندوات والمحاضرات والمقالات الثقافية في المنتديات والصحف المحلية أقدم لكم دكتور نضال الشمالي فليتحدث فضل أستاذ شكرا أستاذ نعمد بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم مسرور بهذه الاستضافة التي دعتني إليها الروائية الرائعة الدكتورة بارعة نقشبندي مسرور بتقديم الفنان التشكيلية الرائعة الأستاذ نعمة الناصر مسرور أكثر بهذا الجمع اللطيف الذي يعني يجلس بين هذه الكتب في هذا الفضاء وفي هذا المناخ الثقافي المميز الذي يحمل مصداقية عالية فقد كنا نجتمع في المنتدى أعلى لم يكن هناك كتب كانت هناك قاعة واسعة لكن الآن نحن بين الكتب مع المثقفين مع الهواء للاطلاع على عمل جديد تورطت الدكتورة بارعة نقشبندي في كتابته هي الرواية الخامسة للدكتورة بارعة بعنوان الجلوس على الحافة وعندما قلت تورطت أقصد بذلك بأن الكتابة هي فعل تورط لأن الإنسان يطرح فيها أفكاره بطريقة معينة هذه الأفكار قد يستقبلها القراء قد يرفضها قد يوافقون قد يعارضون قد لا يبدون أي ردة فعل على ما يكتب وقد يردون بقسوة أحيانا فالكتابة الكتابة هي شكل من أشكال التورط فما معنى أن يكتب الرواية الخامسة معنى أن يكتب الرواية الخامسة هو أنه تجاوز مرحلة الذات في الكتابة لأن البدايات في الكتابة عند أي كاتب تكون منشغلة في فك رموز الذات عنده لأنه بيكون هو مشغول في وصف نفسه ليس من باب الأنانية بل عليه أن ينجح في وصف نفسه وفي تفريغ رغبات في الكتابة قبل أن ينتقل إلى مرحلة أخرى هذا ما فعلت الدكتورة بارعة في الرواية الخامسة هي تنتقل إلى موضوع آخر بعيد عن تفكيرها الذاتي بعيد عن اهتماماتها إلى ما يسمى بالرعاية الجمعية تجاوزت رعاية الذات تجاوزت الرعاية الفردية إلى الرعاية الجمعية في هذه الرواية تشتغل الدكتورة بارعة على مبدأ الحوارية في العمل بمعنى أنها لا تريد أن تلزمنا بأفكارها بقدر ما تريد أن تحاور القارئ بأفكارها فهي لديها أفكار مرتبطة بحيثيات الواقع وتعطي وجهة نظر عن هذه الحيثيات دون أن تلزم القارئ بالاقتناع لأنها تقدم المعلومة بطريقة غير مؤكدة أحياناً كأنها تستدرج القارئ إلى محاولة مشاركتها في وضع وجهة نظر أو رأي في هذه الكتابة يعني هي كتبت بوصفها مثقفة أكثر ما كتبت بوصفها كاتبة وروائية بأسلوبها البسيط والمعلومات التي معظمنا نعرفها ولكن هي تقدمها بطريقتها الخاصة وكأن الكتابة هنا أصبحت شكل من أشكال إعلان الوجود ولأن الفعل الثقافي عندما نكتب هو شكل من أشكال إعلان الوجود فالثقافة كما قال مالك بن نبي هي السلوك فلذلك المثقف بالذات في هذه المرحلة الحرجة الشائكة الضبابية عليه أن يكتب دون أن يلزم الآخرين بأن يقتنعوا أم لا تنطلق الدكتورة بارعة في هذه الرواية من ما يسمى بالنقطة العليا والنقطة العليا كما سماها السورياليون هي النقطة الفاصلة بين الحياة والموت وهذه النقطة هي أرفع من حد الشعر تقريبا لأن الإنسان لا يستطيع أن يقف طويلا في المرحلة الفاصلة ما بين الحياة والموت أو ما بين الوعي واللاوعي فأن تكتب روايتها كلها عند أحداث أشخاصها وأبطال هذه الأحداث يقفون ما بين الحياة والموت طيلة صفحات الرواية المئة أو ثمان صفحات الشخصيات تقف ما بين الحياة والموت طيلة هذه الرواية لكن يجب أن تنتصر الشخصيات للحياة وهذا ما كان موجود في هذه الرواية التي عانت فيها الشخصيات ما عانت كان الانتصار إلى الحياة لأنه استطاعت هذه الشخصيات أن تتجاوز خلينا أقول مطبات الموت وعقبات الموت أكثر من مرة في محاولة إلى الاستقرار طيب عن ماذا تتكلم هذه الرواية؟ أنت بتقولنا الآن أن حياة وموت وتقولنا فعل ثقافي وتجاوزنا الذات إلى آخره الرواية هي تتكلم عن عائلة عربية على الأغلب أنها عائلة سورية تعيش في الداخل السوري لكن هي ما سمت صراحة أن هي تتكلم عن قضية الاضطرابات والحرب الدائرة في سوريا من 2011 لكن معظم الإشارات المكانية والحالية تدل على أن نحن نتحدث عن نموذج عائلة سورية مقهورة تعيش في الداخل السوري ولم يقدر لها أن تخرج خارج سوريا اتخذت من هذه العائلة نموذج سردي مصغر وأعطتنا عن أوصلتنا رسالة عن حالة الاضطراب العنيفة الموجودة في المنطقة مع بدايات الربيع العربي وتغيرات الربيع العربي أرادت أن تقول أن هذه العائلة يمكن من خلالها إذا وضعناها تحت المجهر هي التي تنقلنا إلى الويلات الخارجية للأحداث دون الوقوع في المطبات السياسية وطبعا هذه العائلة كانت بطلة العائلة هي الأم الأم هي التي زوجت بناتها وأبنائها هي التي بقيت تتعهد هذه العائلة ليس لجلب الطعام والأكل وتدريسهم لا الآن الأم عندها وظيفة أخرى في هذه الرواية تتجاوز موضوع توفير الطعام والشراب والمأكل والملبس وظيفتها أن تجعل عائلتها على قيد الحياة وهذه وظيفة يعني أتصور أنها وظيفة ليست سهلة ولا يستطيع أي إنسان أن يعيش بسهولة إلا إذا فرض عليه ذلك فكيف يمكن أن توفر الحياة الأم لأفراد عائلتها وأفراد عائلتها معظم تزوجوا وذهبوا إلى مدن مجاورة وبقيتها على صلاتها معهم إذن الأم هي شكلة الخيط السردي الذي بنيت عليه هذه الرواية بارعة قسمت روايتها إلى خمسة فصول واشتغلت في بداية الفصول هذه على تقنية سردية بسموها الميتاقص الميتاقص أن الكاتب عندما يقحم نفسه في العمل بشكل صريح ويدخل اسمه في العمل أو مؤشرات أكيدة عليه داخل العمل فإحنا دخلنا على الميتاقص فبيكون اسم الكاتبة تسرب من الغلاف إلى داخل الأحداث وهذا ما كان عندما وضعت فصولها الخمسة بارع النقشبندي بين تصدير اسمه شرفة للكتابة وهذا اعتادت عليه في رواياتها في الفترة الأخيرة وآخر بعد الفصل الخامس عملة خاتمة سمتها حوار لم يكتمل وكان الحديث عن الكتابة والكاتب والروايات عنها هي لأنها أدخلت حالها داخل الغلاف وتجاوزت الإهداء حتى إلى الأحداث الداخلية فأصبحت هي مؤلفة وشخصية في العمل في الوقت نفسه شخصية في العمل بعد ذلك وضعت بارع النقشبندي في الفصل الأول قصة روائية هي التي ستكتب رواية الجلوس على الحافة هي التي ستكتب فهنا دخلنا إلى قشرة أخرى تجاوزنا القشرة الأولى إلى قشرة أخرى في الرواية روائية أيضا لم يسمى لم تسمى هذه الروائية وإنما هي روائية تجوب العالم عبر رحلات بحرية هذه الروائية تحاول أن تبني ذاتها بعد أن خذلها حبيبها الرجل أو رفيق عمرها خذلها وانفصلت عنه وقررت أن تبني نفسها بعيدا عن هذا الرجل فكانت تحاول أن تمسح آثار المعاناة وآثار الألم التي عاشتها هذه الشخصية من خلال الارتحال والتأمل في معاناة الآخرين أنتجت هذه الروائية التي ألفتها بارعة في العمل أنتجت الفصول الأربعة من الفصل الثاني إلى الفصل الخامس وكانت هذه الفصول الأربعة تتحدث عن العائلة التي أظن أنها عائلة سورية كما قلت في العمل فهون أصبح عندي أكثر من إطار للقصة إطار المؤلفة وإطار بطلة القصة التي هي الروائية ومن ثم محتوى الإطار التي هي قصة العائلة السورية في هذا العمل كأنها تقدم السرد بالطريقة الشهرزادية أن الشهرزاد هي بطلة القصة ولكن مع ذلك هي تنتج القصة فهون عندما يصبح بطل القصة ينتج قصة أيضا فهذا يصبح أشبه بعملية توليد القصة العائلة السورية التي كتبت عنهم بارعة أربعة فصول في هذا العمل تحت مسمى الجلوس على الحافة تمثلت بأم لديها أربعة من الأبناء ابنين وابنتين الابن الأكبر هاجر إلى ألمانيا للدراسة وهروبا من ظروف الحرب الابن الثاني أحمد طبيب لم يستطع أن يمارس عمله في الداخل فاضطر إلى أن يدفع مبلغ كبيرا ليهرب إلى تركيا هو عائلته الصغيرة البنتين لم تستطيعا أن تخرجا عاليا وأمينة فعاشت البنتين ظروفا صعبة في العمل وبالذات البنت الصغيرة أمينة التي واجهت الموت أكثر من مرة في هذا العمل كان هناك إشكالية والإشكالية هي لا أعتبرها دائما تحت المفهوم السلبي ولكن قد تكون هذه الإشكالية قد وظفت عمدا من أجل تقديم رسالة الإشكالية هي إشكالية التسمية أن الأسماء غائبة عن العمل يعني الأم ما إلها اسم الأب ما إلو اسم الإبن الأكبر اللي راح لألمانيا ما إلو اسم الأماكن ما إلها أسماء هي تجاهلت قصدا هذه التسميات فهي أدخلتنا في مشكلة مسح الإسم لأنه ما في قيمة لإسم الإنسان في ظروف الموت وظروف الاقتتال الإنسان في النياه هو رقم هو رقم مات عشرة مات خمسين مرض مية هي أرقام مثل أرقام الكورونا اليوم تحول الإنسان إلى رقم بزيد أو بينقص فالتسمية هنا كانت إشكالية وظفتها الدكتورة بارعة في العمل الأماكن يتم تجاهلها بالشخصيات تنتقل من مدينة إلى مدينة ترفض أن تسمي أسماء المدن تنتقل من حي إلى حي ترفض أن تسمي ذلك أسماء الجيران أسماء الناس اللي صارت معهم قصص حتى ما اضطرت أن تضع أسماء مختلقة هي فقط أسماء بعض أسماء الأبناء أحمد وأمينة وعالية ربما ظهرت ربما الحفيدة مريم ظهرت أسماء وأسماء لا دلالة دقيقة لها الدكتورة بارعة حاولت أن تخرج من هذا المأزق يعني ما خلتت هذه الإشكالية سائرة فهي في نهاية الرواية في الخاتمة بس كتبة حوار لم يكتمل يعني افتعلت أن أحد الجمهور بيسألها بعد ما كتبت الرواية أنه أنت ليش ما ذكرت الأسماء فهي بتقول تعمت ذلك لأن الأسماء لا تعلي لي شيئا فأي مدينة تفي بالغرض يعني هو هروب دبلوماسي من فعل التسمية بس رسالة تغييب الاسم مهم يعني إحنا مرات الإنسان إذا كرهناه منقولها ذاكا فلان اللي ما بتسمى يعني إلغاء الاسم في الفلسفة إلو دلالاته اللامنتهية إشكالية ثانية إشكالية العتبات ربما يظهر العنوان الجلوس العتبات وأقصد بها عنوان غلاف إهداء تصدير البدايات اللي بتدخلنا للعمل عتبة العنوان الحقيقة هي أظهرت مسمى تقليدي أو مسمى ربما لا تظهر عليه دلالات معينة لكن مع من يقرأ الرواية يكتشف أهمية هذا العنوان وانعكاس العنوان من داخل العمل فالجلوس إذا تأمل لك كلمة الجلوس الجلوس هو فعل مكاني فعل مكاني يدل على القعود أو سلوك إنساني لاتخاذ وضع الراحة الجلوس إحنا ما منقول للإنسان إجلس حتى يتعب قلوا إجلس استريح فالجلوس هون المفروض يأخذ بعد الراحة وعلى ظرفية تدل على استعلاء المكان والحافة ليست اسم دال عزمان الحافة هو مكان في النهاية وينطبق على أشياء كثيرة فعندما دخلت الحافة على المسمى ألغت فعل الراحة في الجلوس فأصبح الجلوس على الحافة هو تمهيد لانتظار السقوط والأسرة طيلة الرواية وهي تعاني مفارز الموت وحدود الموت والفئات المقتتلة اللامنتهية في تلك البلاد تجعل الأسرة كلما انتقلت من مدينة إلى مدينة أو من مقاطع إلى مقاطعة كأنها مرت على صراط الموت ونجت مجدداً هي حافة والحافة أحياناً تكون حادة تكون قاتلة لمجرد الجلوس على الحافة يكون انتظاراً لخطر محدق ومصير مجهول ينتظر شخصيات الرواية التي نجت حقيقة في نهاية هذا العمل إشكالية العتبات أيضاً التحمت مع إشكالية التسمية فأجد أن الفصول أخذت أسماء عند بارعة في الرواية بعض المشاهد أخذت أسماء وبعض المشاهد إما تركتها سهواً الدكتورة بارعة وما سمتها أو بعض المشاهد قصدت أن تمسح عنها الاسم فندخل على الفصل بيكون في ثلاث مشاهد أربع مشاهد مشهدين بعناوين مشاهد أخرى بأرقام يعني كأنه إحنا منقرأ وثيقة نسكب عليها شيء من الماء فانمسحت بعض السطور وبقيت سطور أخرى وكأنه بقول أنه أيها القارئ قدر ما هو محذوف في هذا العمل ربما اضطراب التسمية هو متصل مباشرة مع اضطراب حركة الشخص في العمل لأن الشخص في العمل تتحرك بدون وعي بدون بوصلة بوصلتها هي طلب الحياة والنجاة رافق هذه العتبات عتبة التصدير وهذه العتبة تأتي بعد الإهداء عندما قالت بارعة في تصديرها في صفحة سبعة تخيب أحلامنا في أكثر الأحيان وتحبط رغباتنا أو رغباتنا لكن هذا يجب أن لا يمنعنا من الاستمرار في الحلم وإلا ماتت الروح فينا وعجز الحب الإلهي عن اختراقه كلمات جميلة لكن هذه الكلمات مليئة بالألفاظ الصعبة مثل الخيبة والإحباط والموت الروح والعجز والاختراق كلمات جميلة لكن مليئة بالكلمات الصعبة الدالة على منطق سوداوي في هذا العمل روافد الرواية أو مستوى الحكاية في الرواية هذه اعتمدت بارع النقشبندي على حزمة كبيرة من المرويات والأخبار والوثائقيات التي كانت تتابعها سواء كان على تلفزيون أو من خلال الوسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال القصص اللي نجوا من ذلك المأزق كانوا يخبروها بهذا القصص فهي سبكت هذه الأعمال وهذه المرويات وكتبت روايتها مع الحرص الشديد على أن تقع في فخ التاريخ لأنه لم يكنت تأرخ لمشكلة الحرب السورية إطلاقا ولكن كانت تأرخ لقهر الإنسان ومعاناته فهي كانت بتاريخ للقهر والمعاناة في هذا العمل يعني شوفوا مثلا أمينة عندما كانت هي وعائلتها الصغيرة تنتظر أياما عند حد من الحدود للهرب من منطقة كان يحكمها المتشددين يحكمها المتشددون حتى تروح لمنطقة يحكمها ناس أقل تشددا فالانتقال من منطقة لمنطقة معناها الموت فكان هم يدفعوا أموال كبيرة حتى ينتقلوا إلى تلك المنطقة وينجوا إلا أنه أحيانا كان يفشل هذا الانتقال وتذهب أموالهم سدى اليوم السابع السيارة التي تبيع الطعام والماء لم تأتي ولن تأتي حجة المسلحين خوفا من تسل الإرهابيين مضى الليل وهم في أسوأ حال أخذت تتقية نقودهم قاربت على النفاد لن يخرجوا إلى الجهة الأخرى التهابات في عيون أطفالها من الغبار تعاني من تقرحات في رجليها نظرات اليأس والخوف في عيني زوجها اللي هو الزوج الذي يقود القافلة حتى هو يعاني من هذا الخوف قاموس من الرعب والخوف أعود للسؤال أنه لماذا يصر الإنسان أن يكتب معاناة لم يخضها لمجرد أنها معاناة الآخرين يعني هي بارعة ما خاضت هذه التجربة ولكنها سمعت بي ربما أقاربها ربما كذا لكن يبقى السؤال أنه لماذا يكتب الكاتب عن معاناة هو لم يخضها أتوقع أنه التزام الكاتب بما يسمى بأخلاقية السرد وتوثيق المعاناة الإنسانية كانت تلزم الكاتب أن يتجاوز ذاته أحيانا إلى أن يكتب ما قاله الآخرون هذه الرواية كانت أشبه بفسيفساء من القصص والحكايات المتوالدة هذه الفسيفساء في هناك خط خفي كان يجمعها مثل العقد الذي هو خط القهر والمعاناة في هذه الرواية خرقت الدكتورة بارعة أفق التوقع ونقرأ الرواية كنا ننتظر موت بعض الشخصيات لكن الشخصيات حافظت على ثباتها في العيش والبقاء على قيد الحياة بسبب الأم إلا أن كثير من التقنيات التي ساهمت في كشف معاناة الآخرين كتقنية الكابوس والحلم والتداعي والتأمل والتفكير الطويل كانت تقنيات موجودة في العمل حتى تعين على الكتابة المفصل الأخير مما أريد أن أقوله هو منطق النسوية في الكتابة في هذا العمل وهنا أقصد بالنسوية ليس الأنثوية على الإطلاق وليست كتابات المرأة وإنما الكتابة النسوية التي تحمل رسالة ممنهجة وفكرية في الانتصار لحقوق المرأة اشتغلت في أبحاث كثيرة عن ما يميز الكتابة النسوية عن كتابات المرأة فوجدت أن كثير من الخصائص التي كنت أقف عندها في رصد ملامح خاصة للسرد النسوي كانت موجودة في ثنايا ما كتبته بارعة في هذه الرواية من انطلاق من مستودع الذكريات النسوية تركز على الذكريات كثيرا في الكتابة من الارتهان الكامل لما مضى تركز على الماضي لا تتجاوز الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة موجودة في هذا العمل الوفاء للمواقف وأنسنة الموقف موجودة في هذا العمل هذه كانت خصائص دقيقة موجودة في الداخل لكن الخصائص المكشوفة أن تجعل للمرأة البطولة المطلقة وهذا كان في هذه الرواية بطولة مطلقة سواء الأم في تجميعها أمينة في تجاوزها لكثير من عقبات الموت لكن ما تجاوزت الدكتورة بارعة في قضية الكتابة النسوية إن ما جعلت الرجل دائما هو الآخر في العمل في الفصل الأول نعم كان الرجل هو الآخر لأن الرواية التي كتبت الرواية كانت تعاني من سوء علاقتها مع حبيبها لا عرف هي تزوجته أم لا وأنه كان يعتدي عليها جسديا فكان هذا يمثل آخرا لكن سرعان ما تحول الآخر في الفصول الأربعة الأخرى في الجلوس على الحافة تحول الآخر إلى الظلم والقهر والقسوة فأصبح هناك في الرواية آخران فضلا عن بعض نماذج الذكورية الخاملة كنموذج الأب وكنموذج الإبن الذي سافر إلى ألماني حتى دكتورة بارعة هذا الإبن حرمته من الإسم يعني بما أنه خارج ذهب هناك فلا إسم له لأنه مجرد ما يكون له إسم إذن له دور لا بد أن يكون له دور ختاما لقد حاولت الرواية تقديم نماذج نسوية صابرة ومثابرة أشبه بسلسلة متصلة من النساء اللائي يكسرن حاجز الصمت ويعلين من قيمة الحياة ويصنعنا المستقبل رغم ظهور القهر والاستعباد ورغم اتخاذ الحافة حيزا للجلوس سعدت بكم أشكر حسن استماعكم ومساءكم سعيد شكرا دكتور نضال على هذا الوصف الجميل للرواية والآن ننتقل للراوية الدكتورة بارع النقش باندي بنا نقدمها تحت قرأ نص وأول شي بنعرف عن دكتورة للي ما بيعرفها أغلبكم أشكركم تعرفوها الدكتورة بارع النقش باندي باكالوريوس حقوق جامعة دمشق في سوريا 1984 ماجستير في الإدارة العامة من جامعة سانجامون في الولايات المتحدة 1988 دكتورة في العلوم السياسية مركز دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بريطانيا 1995 بالإضافة إلى إنهاء متطلبات درجة الدكتورة و16 عساعة لأبحاث الدكتورة في العلوم السياسية من جامعة سوثر في أمريكا من 1988 إلى 1990 وكان التركيز في برنامج الدكتورة على نظريات سياسية دراسات سياسية مقارنة علاقة دولية وإدارة عامة المؤلفات والكتب طبعا هذا آخر كتاب اللي أنجزته اللي هو الجلوس على الحافة بعدين رواية هسهست الخريف 2017 رواية متوالية سردية وجه العشق 2015 متوالية سردية خدوش 2014 رواية أرجوحة تعلو وتعلو 2013 وكتاب 2001 بعنوان المشاركة السياسية للمرأة في الأردن وبعض الدول العربية الأبحاث المرأة ومجلس النواب عام 1996 تصورات حول مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لعام 1997 آلية المشاركة السياسية للمرأة في الأردن عام 1998 هذا اللي اكتشفوا الأستاذ قبل شوي في الرواية عن المشاركة السياسية للمرأة الأردنية دراسة ميدانية لطالبات العلوم السياسية في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم التطبيقية 2001 المشاركة السياسية لطلبة الجامعات الأردنية دراسة ميدانية لطلبة العلوم السياسية وجامعة العلوم التطبيقية 2002 مبدأ المواطنة مدخل نظري لدراسة الجندر حالة المرأة الأردنية الدور السياسي للمرأة الفلسطينية في الحرب والسلم 2005 المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على الجرائم الأخلاقية للمرأة المجتمع الأردني دراسة ميدانية 2007 عضوية عضوة في لجنة تعديل قانون الأحزاب السياسية الأردني المنبثقة عن المبادرة الملكية السامية هيئة الأردن أولاً بتكليف من رئيس الوزراء الأردني الأسبق المهندس علي أبو الراغب كتاب رقم 369 تاريخ 2003 لغاية أيار 2003 الخبرات العملية أستاذة في العلوم السياسية عضوة هيئة تدريس في كلية الأداب والعلوم قسم العلوم التربوية جامعة البترة الخاصة عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق جامعة الإسراء 2005 عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق مديرة دائرة العلاقات الثقافية والدولية جامعة الإسراء الخاصة 2004 رئيس قسم برنامج مجستير دراسات المرأة كلية الدراسات العليا مديرة برنامج المشاركة السياسية للمرأة في الأردن في مركز الأميرة بسمة الإشراف على رسائل مجستير في برنامج مجستير دراسات المرأة ومناقشة أكثر من 30 رسالة مجستير في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك حضور ندوات ومؤتمرات تتجاوز الثمانين ندواتا ومؤتمرا مع عدد من المثقفين داخل الأردن والدول العربية مثل مصر وتونس وجزائر لبنان والكويت واليمن والإمارات العربية ودعوات من جامعة يورك في بريطانيا وجامعة الزهراء وجامعة أصفهان في إيران مداخلات في الموضوعات السياسية الرهنة على الساحة الداخلية والخارجية مع الدكتورة بارعة والآن تفضلي دكتورة شكرا أشكر منتدى مركز شومان على هذه الدعوة وعلى هذه الفعالية وأنا الحقيقة يعني أنا من اللي يعني أكثر ناس يمكن عملوا توقيع روايات في شومان بسنوات الماضية فأشكر مؤسسة شومان على الدعوة وأشكر مدير المكتبة الأستاذ غالب وتقوى كماني وين تقوى ما شايفته تقوى هي الحقيقة اللي نظمتها الفعالية هاي كلها ياتا وأنا وياها تواصل باستمرار أنا وياها على المسيجات فشكرا للجميع شكرا للحضوركم والصديقات كلها وجوه مألوفة إلي صديقات عزيزات شكرا لحضوركم وتشجيعكم يعني هذه أنا كنتم حضرة كلمة بس بعدين قررت أنه بدي طبعا أشكر الدكتور نيضال الدكتور نيضال أنا معرفة ممكن من عدة سنوات وهي مش أول رواية هو بناقشها ناقش روايتي خدوش في المكتبة الوطنية وكان لها صدى ونشرها في جريدة الرأي وأنا تفاجأت وقال لي أنا ما حطيت صورتي الحقيقة هو حط صورة الغلاف الرأي حطوا صورتي على نشروها أظن يوم جمع في الملحق الثقافي فعلاقتي بالأستاذ نيضال يعني مدة طويلة وهو كان مسافر والأنا تصلت فيه قبلها بديت توقيع رواية فكان مسافر سباتي كالأظم بالسعودية بالسعودية فبالتالي فأنا أول ما سانحة الفرصة إنه في الأردن فطلبت منه وشكرا إله وشكرا على الدقة يعني في السرد والحقيقة يعني هيك يعني هلأ أنا عم بسمع وكنت فهيك يعني أشياء الحقيقة هيك لمسها يعني قليل كتير ناس يعني هيك بيمسكوها بالضبط فشكرا لدكتور نيضال على جهوده وقراءته للرواية بدي أشكر ست نعمة على نعمة أنا أول ما تعرفت عليها طبعا نعمة معروفة فنانة تشكيلية مشهورة معروفة أنا شفت لها في معرض لوحات وكتير أعجبت في لوحاتها ومضى يمكن سنة أو أكتر من فترة وبعدين كان عندي رواية أظن موجودة هسست الخريف فتغلبت لقيت رقمها فبالصدفة الأستاذ طلعت هون موجود بالنادي فحصلت على رقمها وتواصلت معها وصممت لي الغلاف لروايتي هسست الخريف هايو مع زينة هايو موجود إذا بتشوفو زينة بالأخير فبالتالي من هون بدينا أنا وياها المشوار وفعلا وصممت هي الغلاف تبعا الرواية وطبعا دخلنا أنا وياها في مجادلة هلا إذا بتشوفو هون هادي أول ما صممتها صممتها بدون ملابس فأنا قلت لها نعمة بدك الكتاب الرواية اسحبوها ونتبهدل فقالت لي بسيطة قلت لها كيف يعني بسيطة من لبسه ففعلا لبست إذا بتشوفو هون العلافة لبسته اللي هو طبعا هون قصد الموت يعني فهذا فعلا تصميمها وروايتي هسست الخريف في تصميمها وطبعا أنا وياها بالألوان يعني دخلنا في جدال أنا من أنصار الألوان فبالتالي طول الوقت أنا ونعمة لا هيك لا هيك نعمة لا نسوي بالألوان قوية فأنا هيك وحسست الخريف نفس اللي مع زينة كمان نفس الشي فهذا بالنسبة فشكرا كتير نعمة على العمل اللي كتير يعني بلفت الانتباع تصميمها للغلاب بدي أشكر طالبتي زينة الجغبير هاي هواقفة بالأخير هونيك طالبتي من يمكن من سبع سنين درستك زينة أكتر يمكن ست سبع سنين يمكن هيك شي فزينة طالبتي وهلأ طبعا هي بتشتغل وموظفي وإلى آخري فزينة معي في كل توقيع رواية هي بتوقف لي بتساعدني فبرواية حسست الخريف كانت موجودة بوجه العشق كانت موجودة من الطالبات يعني المميزات فعلا وفيه كمان طالبة تانية بس هي مغدرة يعني هي موجودة بالكويت كانوا دائما التنتين هنين يساعدوني فشكرا زينة على حضوري فأنا كنتم حضرة الحقيقة كلمة بعدين قررت أني أقرأ من الرواية ف طبعا هاي ست فالنتينا شكرا إليك كمان بدي أحب أشير أنه دائما شو ما الحقيقة كراما معنا دائما بيكون في ريسبشن فهلا عرفت يعني أنه ما حيكون بسبب كورونا وتأجلت فأنا دائما كراما يعني دائما ما بيطلوا حدا يعني بدون ريسبشن كتير أنيق ولطيف يعني كمان شغلة تانية أنه أنا كان مفروض هذا التوقيع الرواية يكون من قبل كورونا بس اللي حصل إنه كورونا تأجل فبالتالي يعني هذي أول فعالية فيها حظه شكرا لست فالنتينا ولشومان على التنظيم والفعالية شكرته شكرته الأستاذ غالب ما بغدر أنساه تقوى أهم إشي هيا تقوى وقفة هناك هذولي كلهم أول أول ما بديت هلا أنا بدي حبيت إنه دكتور نيدال تفاصيل التفاصيل فأنا قررت أني أقرأ من الرواية خلق الرواية خلق الشخصيات تركيب الرواية الاهتمام بالتفاصيل والاحتفاظ بها كحافظة إلكترونية إلى حين الضغط على الزر فتندفع بقوة شلال لا يستطيع أحد الوقوف في وجهه ولا تهمه النتائج اندماج الرواء في شخصياتها وبث مشاعر الفرح أو الحزن إنه كائن حي يرزق يصيبه الزهو كيف خلق من قصة عادية قصة غير عادية كيف استأثر بوقت القارئ له وحده وحلق وحلق معه في المشاعر المضطربة والرغبة العارمة في الوصول إلى النهاية فيضع حدا لفضوله تعرف على أشخاص لم يقابلهم وأماكن لم يزرها وكل قارئ في رحلته معها يرى فيها غير ما يراه الآخرون الضوء يخترقها ويعشعش في روحها مشت لساعات يبهرها نفاذ الضوء من بين الأشجار شعور بالسعادة يغمرها إنه خاص ومختلف تحلق خفيفة أسمى شعور إنه خاص شعور بالسعادة يغمرها إنه خاص ومختلف تحلق خفيفة أسمى شعور أنك سامحت الأشخاص الذين كانت تعتقد أنه لن تستطيع أن تسامحهم تحتاج إلى علاقات تفاعلية مع الناس لا تنكر أن الكاتب لا يموت في رواياته وتظل تجاربه الشخصية محدودة بحاجة إلى حيوات متعددة وتناغم داخلي عندما تنغمس في رواية تترك مساحاتها الحميمة خلفك ونرحل مع الشخص الخيالية للرواية ونتعرف على مشاعرهم ما زالت تعتقد أن الحياة مغامرة كبرى لا حدود لها البحث تبحث عن حدسها زنته وصلتها في تحديد طريقها التي يمكن أن توصلها إلى هدفها بسلام روايتها الجديدة تتبلور في داخلها شعرت بانتعاش تؤمن في أن حياتنا تتدفق من عيوننا العيون طيورا وموسيقى أو مدافع وصيحات حرب يمكنها أن تنقذ المرء أو تحطمه الأشهر القادمة ستكون في عالم الواقع والخيال إذا لم توفق فلا بأس كانت مجرد تجربة عملت على مشاريع عديدة أثناء حياتها العملية تخلت عنها بعد إنجازها وأخرى لم تنجزها عملت عليها وقتا ليس بالقليل هذه الحياة لا وقت فيها للراحة والطمأنينة تعتقد حتى تكون الحياة سخية ومعطاءة لا بد أن نكون كرماء مع أنفسنا آخر يعني بدي أقرأه وصلت مدينتي عشقي الأبدي جنة الخلد بالنسبة لي دخلتها حزينة مكسورة القلب كنت أحب أن أدخلها سائحة أستنشق فيها نسائم الطفولة والصبا جئتها غارقة في همومي بنت في الشرق وبنت في الغرب وابن همه الأول أن يخرج والديه وزوجته غير آبه بمصيره مدينتها حزينة تعاني من شح المواد ومن يدفع يحصل على ما يريد مدينتها حزينة فقدت بريقها لا أب لا أم لا أخوات لا تجد غير قبور تزورها تناجيهم وتضع نبتة الآس عليها تقرأ الفاتحة على أرواحهم كان من عادتها أن تفتح الموبايل عند قبورهم على صورة ياسين بصوت الشيخ عبد الباصد عبد الصمد كانت أمها تحب أن تسمع صوته بعد انتهائها من هذه التقوص تترك المكان بقلب خالي من الهموم يا الحب يدفعنا إلى الأمام برفق إنها طاقة بلا حدود شكرا لكم شكرا لكم شكرا لحضوركم وشكرا لتفاعلكم مع الأمسية وإن شاء الله إذا بتحبوا الكتاب موجود الذي بحب موجود والدكتورة بارعة ستوقع لكم الكتب تفضلوا عند سعر الكتاب خمس دنينير عند الأخت زينة هون شكرا لحضوركم دقيقة وحدة دقيقة وحدة في إعلان انضموا إلينا في منتدى شومان الثقافي في حوارية حول إنعاش السياحة من جديد يوم الاثنين القادم 27 تموز الساعة ستونص مساء في مقر المؤسسة مع مراعاة قواعد السلام العامة والتباعد الاجتماعي شكرا ترجمة نانسي قنقر